خالفت هذا البحث في كوني لضع أمين جمعي ورد في المتاق الأمم المتحدة في يوم 11 أكتوبر 2014 على الساعة الثانية بعد الزوال ناقشت طالب حميد أداوي رسالة مصطفى القالم العام والعلوم السياسية تخصص دراسات سياسية ودولية حول موضوع استخدام الكوة من طرف مجلس الأمن دراسة الترتيبات القانونية والتطبيقات الرهنة خلال معالجة النزال تحت إشراف الأستاذ محمد أشلواح وتركبت لجنة المناقشة من السادة الأساتيدة عبدالربي محمد أشلواح الأستاذة زهرالهياد عدوان الأستاذ عبدالرحيم مار سليمي عدوان الأستاذ هشام برجاوي عدوان وبعد المدولة قررت اللجنة أولا قبول هذا العمل وثانيا منح الطالب نقطة سبعتاشر العشرين مع التوصية بوضع ميش التشريح للدكتورة أحب المترجمات لك شكرا 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 سيد رئيس شكرا جزيلا أجد غير أعظم شكرا 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 الله وأنه بحاجة يعني هذه الفرصة وأنا مقارن من المساعد أشوفنا صراحة إذا أجب ليها سعيد لي وما تقول من كلمات لمشاركة كما يختنجوا صدري الثاني قد لحظة علمية وأكاديمية نقطة سريرة جدا خصوص العذاب قد يقع لبس أسمى السيد على الطوحة على المجهوم على مراجعة ولكن من أجل يعني اليقين من الاتفادي أما كما أن كل إنسان يقرأ هذا العمل المتواضع أضعوا فروابت بكي يخلق جزئيا للمتدخل ولم يمكن عائد كتب المستقبل المجهد ولاحظت أستاذ الفاضي له صراحة أنه كانت غريبة جدا وكانت غريبة جدا وكانت غريبة جدا أشكرا بالحضور لكم كنت أشكر السيد بسير بزال لأنه أصبر علي بسير بسير دكتور وكانت أذكرها في هذه اللحظة سينا نرى بفضل تقيكم صفة في الشوارع وقال لي لماذا لم تجدوا دراستك كل جائب دراستك إن أنت غارفة في فيديوهاتك واخوتي الله فلابد أن أشكر السيد من الرسلين ومع ذلك أشكركم ومجزين للشكر لعمل لكم الحضار ومن خرح الدكرة أضطر إلى وصراحة دائماً إذا تقلت تجد الجانب ورد ما يلاحق علاقته المستقبل وهو نوع منها لأنني أعوذ بالله إن أقولت أنا أبطي إنسا عنه وأبطي ولكن كنا نقطة أفتخر بنا ولو حقي وإنني دائماً مدين لما نقدم أي شيء من الحياة لا أعطوا اليد التي مقتلي ولكنكم جائبين وإنما فيكم أي إنسان دار ما يقدر ولهذا السيد من الرسليني أعتقد أن أقول هذا الكريم في هذا الموقع شكراً لك أستاذ من الرسليني بزار بزار شكراً لك أستاذ أشكراً 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 بدون أي خفية أستاذ الصهراء سمعت عنها أشكراً 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 أن هذه الجامعة وفضلية في كل السؤال من الدعم عمادة وعمادة وعمادة أستاذة والسيد النبي صراحةً وكل جمع أستاذة أشكراً في هذه الجامعة ومطورها وكتشبت أكتشبت أننا نظاقات أكاديمية أكاديمية التي تجد عنها وشكراً أشكراً وكتشبت أشكراً 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 يقول شكراً لك. صارحة للزوجة. زوجة. مجددا لا. العديد تضئك به. حيث تعملت متواضحة. شكراً للمداد وردي. شكراً لأخوتي وردي. ديالي كانتنا شكرا الواليديني جهد ممساكل الله يعلمك المقد كرة شيجي الواليديني مروف صحية ويدا بعاد شو اليوم شكرا لكل من ساعدني صراحة للحضور كأيو السادة المحامون كنشي السيحمد ويمان سيشاكي ما عم عبشة عمر داوي السيحة محمد الثالب اجداء كنشي نجو السي حسان استنزي مهد روج دجاي طائرة يعني هذا اكبر شريف ونصر الفاضي السي زهري بغيت نذكر باسم السيلي شام عبراني الزاميل عزيز السيلي مستد حداش محمد غير طميلة صديق وآزري في جنيه المحاكمات والله العظيم انتبه ناراك اشعر او السي رشيد ايتم العمي كذلك محمد فبغيت نذكر كذلك كل من ساهم في السيجالة العديدنا السمالاء السيطارق نشكركم كامل جميع جميع من دول مقرأ زمان ايسان توفيق وعشرين السيء مع ديمون جيم والسي ويمان لنجوم محبا وتقديل خاص فشكرا بكم البسر بسم الله الرحمن الرحيم وبهنستعين حقيقة هي فرصة طيبة ولحظة صرور ان نحضر مناقشة صديقنا العزيز يا حميد المهدوي لشهادة الماجستير في موضوع غايف الاهمية ونحن مسرورين شكل مضعف ان صديقنا يقاوم وسط المضايقات التي تطاله وهو على موعد مع محاكمة اخرى يوم الاثنين المقبيل فوسط كل هذه المضايقة وهذا الاهتمام بشأن المجتمع والشعب المغربي يجد له وقتا وجهدا لمواصلة الكفاح على مستوى التحصيل العلمي والمعارفي كذلك فهذا ما يتلج الصدر حقيقة وما يبعث السرور تحية حارة لصديقنا حميد وفي انتظار ان نحضر مناقشة الاطرحة بحول الله قريبا الحضور بينا اليوم بعد فاد المناقشة ديال رسالة الماستر للصديق حميد الميداوي هو دعم اكيد نبيل من طرف كل الذين حضروا لمساندة الصديق حميد الميداوي واعتقد انه كذلك اعتراف بان حميد الميداوي ليس صحفيا فقط يرسم معالم شخص وراء ميكروفونات وعدسات الكاميرات ولكنه كذلك بدل مجهود كبير بحصوله على شهادة الاجازة وهو في السجن وتسجيله في كلية الحقوق بأقدال واعداد لهذا البحث الذي نوه به كل الاساتداء المؤطرين والمشرفين عليه وكذلك في نفس الوقت استغلوا هذه المناسبة لاجدد تضامني مع حميد الميداوي الذي اوحيل على المحاكمات تبعا لشكاية تقدم بها وزير العدل الحالي عبدالطيف وهبي ويجدد تضامن مع كاتب رأي ومع صحفي باعتبار ان هذه المحاكمة اعتبرها محاكمة رأي سيرفا وتحاول ان تزج بالصحفيين وكتب الرأي في محاكمة من هذا النوع وتدريج قضايا تتعلق بالصحافة والنشر ضمن مقتضية القانون الجنائي في حين ان الاسوات التي كانت مرتفعة خاصة بعد حركة 20 فبراير طالبت وما زالت تطالبه بدرورة الاكتفاء والاقتضاء بمقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس القانون الجنائي طبعا نحن سعداء اليوم سعداء لانه السحام الميداوي الصحفي والحقوقي والطالب اليوم يتوج مصاره العلمي بماستر طبعا نوقشت بما يليق بها من رزانة علمية ومن كفاءة الاساسة للمناقشين وحصوله على نقطة مشرفة جدا مع توصية بتسجيل في الدكتوراه هذا طبعا شرف كبير لنا اليوم هو يوم سعي جدا لكنه للأسف يتزامن وخاصة اننا في هيئة الدفاع يتزامن مع جلسة يوم اليوم الاثنين المكان الحقيقي للصحفي حميد الميداوي هو الأدراج المدرجات العلمية هو الصحافة دياله وليس طبعا المحاكمات فالمحاكمة للأسف اللي غيرتكون يوم اليوم الاثنين وبعد هاد الفرحة اللي شناها معلائه دياله والأسر دياله طبعا الأصدقاء دياله اللي يحضروا بكثافة في هذا اللقاء تنغصها شيئا ما الجلسة دياله الاثنين نتمنى أن العدالة تكون هذه المرة على غير طبعا المرات السابقة التي حكم فيها المدى وزج به في السجن ظلما طبعا في الماضي نعتقد أن اليوم مع هذا الانفتاح ديال الإطلاق صراح عدد من صحفيين بعفو ملكي أن تكون رسالة قوية طبعا للجميع بأن اليوم نعيش تحولا الرسالة أيضا أن اليوم نتحدث عن رجل منخرت في الساحة العلمية منخرت في العمل صحفي الرازيين منخرت مع طبعا ما يقتضي الأمر من احترام للقانون نتمنى وكلنا أمل أن ينتهي هذا الكابوس ديال المحاكمة ويكون هذا الوقت اللي غري يضيع في المحاكمات أنه يكون الوقت ديال البحث العلمي من أجل طبعا أن يكمل السحة مدى المداوي الدكتورة دياله إذن نتمنى له التوفيق نتمنى أيضا الانتهاء من هذا الكابوس اللي كانعيشوه كانعيشو العائلة دياله وكل أصدقاء دياله له هاد المحاكمة وشكرا